موسيقى مشاهدين في كل مكان اهلا بكم الى فقرة مؤشرات اقتصادية والبداية من الصين وارتفاع حجم انتاج الطاقة البديلة خلال الربع الاول من الفين وثلاثة وعشرين اظهرت بيانات رسمية اصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة امس الجمعة توسعا في القدرة المركبة للطاقة النظيفة في الصين خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري وبحلول نهاية شهر افريل الماضي ارتفعت القدرة المركبة لطاقة الرياح بنسبة 12.2% على اساس سنوي الى ما يقرب من 380 مليون كيلوات في حين بلغت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية حوالي 440 مليون كيلوات بزيادة نسبتها 36.6% على اساس سنوي هذا وقد عززت الصين استثماراتها في الطاقة المتجددة على مدار السنين الماضية كجزء من سعيها لتحقيق التنمية الخضراء الى الولايات المتحدة الامريكية الان والرئيس بايدن يتوقع سداد الدين رغم الخلافات قال الرئيس الامريكي جو بايدن انه يعتقد ان امريكا ستكون قادرة على تجنب التخلف عن سداد الدين من جهته قال البيت الابيض ان ثمت خلافات كبيرة باقية مع المفاوضين الجمهوريين حول سقف الدين بايدن ادلى بتصريحته خلال اجتماعات قادة مجموعة الدول السبع الكبرى بهيروشيما وللاشارة فان الجمهوريون يشترطون ان يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين متجاهلين مطلب الديمقراطيين المتكرر بزيادة نظيفة في سقف الاقتراض العام الى هيروشيما الآن والتي تحتضن اتفاق السبع الكبار الذين اتفقوا على مبادرة لمواجهة الاكراه الاقتصادي اتفق قادة مجموعة السبع اليوم على عمل مبادرة جديدة لمواجهة الاكراه الاقتصادي وتعهدوا باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة اي طرف تحويل التبعية الاقتصادية الى سلاح ومواجهة العواقب وقال القادة في بيان ان المبادرة التي اطلق عليها اسم برنامج التنسيق بشأن الاكراه الاقتصادي ستستخدم الانذار المبكر وتبادل المعلومات الفائقة السرعة حول الاكراه الاقتصادي مع الاعضاء الذين يجتمعون بانتظام للتشاور من جانب اخر اعلنت مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على روسيا وشدد قادة ورؤساء الدول الصناعية السبع الكبرى في اعلان مشترك عقب القمة المنعقدة في هروشيما اليابانية عن تدابير من اجل حرمان روسيا من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وتدابير اخرى تشمل قيودا على صدرات منتجات اساسية لروسيا مجموعة السبع تلجأ لعدم فرض حظر شبه كامل على الصادرة الى روسيا وستوسع بدلا من ذلك القيود الحالي على السلع رئيسية وفق بيان مشترك لقادة ورؤساء المجموعة المنعقدة في هروشيما اليابانية وكان مبعوث مجموعة السبع قد ناقش تغيير نظام العقوبات الحالي مع حظر جميع الصادرات باستثناء ما يتم اعفاؤه وبمجب المعايير الحالية يتم سماح لجميع الصادرات باستثناء ما يتم فرض عقوبات عليها وكانت الاعفاءات ستشمل ادوية وسيلة عن زراعية وغذاء لتركز عقوبات المجموعة على المعادن وتجارة الالماص التي تدر مليارات الدولارات على موسكو نحن الآن نركز على اغلاق الباب في وجه الثغرات ومواصلة قطع روسيا عن الامدادات الحيوية سنقيد التجارة في الالماص الروسي الالماص الروسي لن يدوم الى الابد ونوضح بصراحة لماذا هذه العقوبات ضرورية ومبررة موسكو استنكرت كل خطوة غربية تتبنى مزيدا من العقوبات وهي تندرج ضمن الدعاية التي يمارسها الغرب ضد روسيا وفق الرئيس بلاديمير بوتين عمليا الترسانة باكملها موجهة ضدنا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ومعلوماتيا وقد تم الكشف عن اقوى دعاية مناهضة لروسيا كلما زادت العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا زاد عدد الاكاذيب وزاد مستوى التماسك داخل المجتمع الروسي هذا وذكرت مسودة البيان المشترك لقمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما ان المجموعة ستوسع قائمة السلع الروسي المحظورة لتشمل السلعا رئيسيا في الحرب الروسية الاوكرانية بما في ذلك تلك التي يتم استخدامها في ساحة القتال مثل صادرات الاهلات والادوات الصناعية الى هنا نصل بكم مشاهدين الى ختام فقرة مؤشرات نشكركم على طيبي المتابعة في امين الله